النجاة الحقيقية في السبعة يام خلاص نهاردة ليلة 22 يعني النجاة بقى في الليالي اللي جاية دي الناس كلها عايزة تركز معايا في اول حالة يقول كلام مهم جدا اللي هنقوله النهاردة فيه خلصنا خلصنا من النار ولو فعلا قلوبنا بجد بجد وعت اللي احنا هنقوله النهاردة وطبقناه هيبقى فيه عطق عطق رقبة خلاش مش هتتأثر تاني عطق فوز بالجنان انابة قلب لله عز وجل طبعا مراتب علي انا بقول عليه ده حاجات عالية مجلش هتيجي ولا هتعرف تكسبها الا في الوقت ده فركزوا معايا الله سبحانه وتعالى قال اياما معدودات صحيح شوف احنا كنا لسه في اول ايه ده تبك رمضان ويلا وكلسان طيبين يلا اول خمس هدايا من رمضان كل الكلام ده الله عز وجل صدق ان هي فعلا ايام معدودات ايام بصوا توشك انها تنقضي خلاص احنا بنتكلم اهو فضل سبعة ليالي في رمضان الله سبحانه وتعالى يا رزقنا خيرها وبركتها يا رب وخيره وبركة كل الام قولوا امين رمضان مش شهور ولا سنين ايام معدودات بتمشي بسرعة حتى يكون في نفس المؤمن كده يا يا رب يا زعلنين حزننين على افراء رمضان اعظم الليالي هي ليالي العشر اعظم ليالي رمضان ليالي العشر بل اعظم ليالي السنة هي الليالي اللي احنا فيها دي نجاتنا في الليالي دي انتو مدركين النفحة الامانية اللي الله عز وجل عطاها لنا العطاء الرباني اللي ربنا عطا لينا في العشرة دول فاتت اول ليلة وتاني ليلة النهاردة تالت ليلة وعايز اقولكو تالت ليلة زوجية بحديث النبي لتسعة انخلت لسبعة انخلت لست انخلت لا ممكن تكون النهاردة ليلة الاتر معيني امبارح كاتليلة تحفة جدا مش عايزين نقول لي الكلام ده واول امبارح يعني ليه تلاشين برضو كاتليلة تحفة جدا والحد دلوقتي اللي قال لي كلها جميلة جدا الله سبحانه وتعالى يرزقنا خيرها وبركاتها اقوله امين لان فعلا المحروم اللي هيتحرم ليلة الاتر الايام بتمر وانت لسه ما حجستش مكان لمع الصالحين ولا المصلين ولا المتهجدين ولا القرئين للقرآن ولا الختمين ناس بتتنافس على الجنان يا جماعة والدرجات بتاعتها الايام دي لسه قلبك مرحش ربنا وحس انا في ايام انا عايز ارجع وانا واتوب لربنا سبحانه وتعالى عايز قلب يسجد لله سبحانه وتعالى لما صاحبه تسأل هو ينفع في قلب يسجد لله الله نعم يسجد القلب لله سبحانه وتعالى سجده لا يقوم منها الى يوم جزاء ياخد جزاء السجود بتاع القلب اما هو القلب لو سجد مش هيقوم لانها لذة بتجدها في جوفك ما بتبقاش عايزها تنتهي سجود القلب بالايه بالانابة الى الله احنا في طريقنا الربنا قلنا في منازل كده من ضمن الحاجات احنا محتاجين حاجتين اتنين وركزوا معايا في الكلام المهم ده الاستقامة ودي طريقها لعبادات العبادات والطاعات والصلوات والاعمال الصلحة ادي الاستقامة وتاني حاجة محتاجينها في طريقنا الربنا الانابة الى الله الرجوع لربنا دايما الوقوف على باب ربنا دايما بنخبط على باب ربنا الايام دي فرصة لنا في العشر الاواخر من رمضان فرصة ان احنا نحقق المقام ده مقام الانابة الى الله الله لو احنا اخدناه انتوا عارفين بايه بالاعتكاف اعتكاف عبادة وسنة ماشي اعتكاف عبادة وسنة قالوا الخلاف كده ظالم الله عز وجل يقول وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد في ايه في ايه في ايه بتمنعوا ايه ولا بتعملوا مش عايزين نبصهم اللي بيمنع الناس من الاعتكاف ظالم ومن اظلم ممن منع مساجد الاي يذكر فيها اسمه ومن اما فيش حد اظلم منه فاروح لربنا بالانابة من الاعتكاف حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العش الأواخر من رمضان حتى قبضاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد حديث رواها أبو داود وصحاحه الألبان الحديث فيه جواز طبعا اعتكاف النساء طبعا لو مكان بعيد يبقى معها محرم وأمور الاعتكاف نبقى نولهلك في يوم تاني لكن تعالوا ناحية السنة دي سنة الاعتكافة نباعد عن الدنيا كلها والدها في ناس ممكن تقضي حاجتها وتنزيل نبا كانوا بيقضي حاجته من طعام أو هكذا والناس اللي تقول لك تابع روح الشغل واعمل بس ما تختلطيش ويبقى اختلطنا بالناس ما يبسطش الاعتكاف بتاع بالأيا كان النباعد السلام كان عامل خيمة جوه المزج كان عامل خيمة وكان عامل يطلع منها وقفلها بباب حصير يفتح يطلع رأس يقول لهم كذا وات صوتكو بتنجوا ربنا بالرأوة هكذا تعالوا نحي سنة الاعتكاف وناخد سواب إحياء سنة للنباعد السلام ونقف بيها أمام الظالمين اللي بيمنعوا الناس المساجد اللي بيمنعوا الناس المساجد حسب يالله ونعمل وكيل دي علامات الساعة دي ولا ما بيجي مجلش في علامات الساعة والناس منبني جلدتك الناس اللي عايزين يمنعوا الاعتكاف والتهجد في المساجد وبيوت ربنا النباعد السلام كان إذا دخل العشر شدة مئزرة وجد وأحيا ليلة وأي قز أهل ثلاث حاجات بيعملوا استعداد للعبادة اجتهاد وحياء الليلة الله أعلم يا فأني منجعوا أنا نقعد ننشد والله أنا بيصعب علي الناس يقول لك إيه لا ما احنا نشوف بقى هو قال ليلة 27 فاتت 27 بس أو يعملوا مزهين زي فئة من الفئات شفتها بسومة أمور رمضان وآخر رمضان وشكرا أو هي ليلة 27 لا غلط هي متنقلة وإحنا قلنا الشبهات قبل كده رجعوا للحلقات اللي فاتت النبي عليه السلام كان بيعمل في يحيي الليل ويوقز أهله كان فيه اهتمام بالأهل والأولاد مش أنا أروح أعتكف وزيبهم غلط وأنا مال أنا بقى كذا هم يدربهم لا غلط وبعدين يجي حاسب الأم ومعيالك يا عم وانت عملت ولا اقتهدت في تربية انت رحت شفت حالك ده لو راح ده لو راح ده بيبقوا استغفر الله استغفر الله يا نايمين يا مش عارفة فين يا على الأهاوي يا كذا يا كذا لا أهله الأب اجتهاد واستنفر في البيت كله ليه في حاجة سماعت قيام متهجد هيشتغل الأيام الجاي دخول العشر الناس اللي مقدرقتش كده قيمة الأمر يعني والله العظيم يعني أموات قولوبهم ماتت لو انت ما انتش حاسس قيمة الليل اللي انت فيها سيبكم الكحك وسبكم الشرة لبس العيد اسمعوا كلامي ركزوا في الكلام ده هتو بعد العيد والله بيرو أرخى بيبقوا أرخى وعليه إيوكازيونات وعليه سلز وعليه اندريم كبير جدا بعد العيد العشر دول فضله عظيم جدا ليه 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 ليش معنا العشر ليه الاعتمام بالعشر فيها ليلة القاتر الله عز وجل قال إن أنزلناه للقرآن في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم سورة الدخان عايز أقول تعظيم الله سبحانه وتعالى للقرآن أمر أمر اللي حكي هو القرآن يفرق فيها الأقدار ونزل القرآن نزل من لوح المحفوظ مرة واحدة إلى بيت في السماء الدنيا وبعد كده بقى مفصلا ومنجما ونزل ومفرق بقى حسب الوقائع والأحداث إن أنزلناه فيه ليلات القادر إيه ليلة القادر شرف ومنزلة خير وبركة وعزمة رحمة ومغفرة وعيد كل الكلام ده كل الكلام ده في العشرة اللي بقين دول بقوا سبعة خلاص ليلة خير من ألف شهر آه من حرماء ده على النبع السلام من حرم حرم الليلة ديت فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم كرسة كرسة جايب لك من الأول طب الخمس هدايا طب كل ليه لعيدك من النار طب يأتي في ليلة قلب يعطق بعد لي ما عطق من الشهر فله ألف ألف عطيق جعلنا منهم يا رب جعلنا منهم بأي حال بقى هتدخل بقلبك على العشرة دولة تسمعي معايا يا كل أم بتربي نفسك والأولادك والله هاتي زوجك بالمر لكل بنوتة لكل عبد بيسمعني خش العشرة دول ماشي عدى اليومين معلش يعليش يكبرهم في اللي بقين هم كانوا حلوين سراحة بحفين جدا بس يعني إيه دولة سبحانه وتعالى يا رب يمن علينا بالباقي استعينوا بالله أول حاجة القلب اللي خش بيه قلب بيستعين بالله عبادة الاستعانة المنسية دي يا رب أنا بستعين عليك يا رب بستعين بيك يا رب عيني يا رب عيني على تعتك في الليالي دي دي أول حاجة تاني حاجة ندعي ربنا بقلب متزل لله منكسر لله نرجو ربنا سبحانه وتعالى قلب تائب مقبل على الله عز وجل اللهم معين على ذكرك وشكر وحسن عبادة دعاء القلب المتزل لله سبحانه وتعالى تالت حاجة تخش بيه نحن نستفتح بدعاء النبع السلام النبع السلام كان ما بيبتدي حاجة بيعمل حاجتين اتنين أول حاجة كان يسمي الله ليه لأن كل عمل لم يبدأ باسم الله فهو أبطر فكان يسمي الله تاني حاجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير يا رب اجعل نزلنا في الأيام دي مباركة علينا وعلى قلبنا وعلى أولادنا وعلى حياتنا وفي أي دنيتنا وآخرتنا قولوا أمين دول الحاجتين اللي كان بيعملهم من نبي عليه الصلاة والسلام عشان إيه عشان يبقى فيه توفيق وقبول ونقول إياك نعبد وإياك نستعين هذه الاستعانة ودي الدعاء والأخذ بالأسباب رابح حاجة حل قلبك وانت داخل عايز في العشر الليالي دي أنا عايزاك تعزم العشرة دول لأنها شعيرة من شعير الله سبحانه وتعالى ومنه عزم شعيرة فإنها من تقوى القلوب عزم الحاجات دي عزم الطاعة في الوقت عزم وقفك ما بين إي دير ربنا عزم الليالي دي وخلي فعلا قلبك قلب معزم للشعيرة دي فرب عمل تعزمه نية نية فيها كده فربنا يختارك بسبب العمل الصغير دي يعطيك راقبتك بقى ودخلك جنة وهيسا كبير طب لو كنت بقى من الناس اللي فرطوا فأول رمضان فرطوا وضيعوا وأول رمضان ولا نص رمضان ولا في دماغه ولسه سامعين حلقتنا دي ولسه سامعيني باتكلم تعالوا العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات يلا ننقذ بقى اللي باقي الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم الأعمال بالخواتيم أبشروا أفرحوا ما تزعلوش تعالوا ولا تيقاسوا ولا الشيطان يلا ما أنتش نافع ولا أنت نافع ولا أنت نافع لا يلا الأعمال بالخواتيم تعالوا تعالوا نكتهد للجنة تعالوا نكتهد للفردوس يلا نكتهد على جنة بقى في القرب من ربنا ونصالح ربنا وفي أعمل تصالح مع الله ومع العبادات نعلن فيها حبنا ربنا سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة في العشر الأواخر دي من رمضان تعالوا شوفوا الجمال حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لنفحات رحمة الله تعالى فإن الله عز وجل لنفحات من رحمة يصيب بها من يشاء من عباد وسألوا الله نسأل إيه ربنا في الأيام دي أن يسطر عوراتكم ويؤمن روعاتكم حكتين يا رب اسطر عوراتنا ويؤمن روعاتنا تعرض للنفحة دي العشرة دول وقبل على الله عز وجل بقلب منكسر ادخل على ربنا بالدعاء والاستغفار والوقوف على باب ربنا بالدعاء والتبتل والتكرار والإلحاح على الله عز وجل خش على ربنا في العشرة دولة بالاستغفار بالتوبة بالإنابة خش بنيت الخير ومنزلت الإرادة يا رب أنا أريد الخير منزلت الإرادة احنا كنا تكلمنا عنها كده وكان ابن القيم نتكلم عنها في مدرج السلكين وقلناها قبل كده في معنى إياك نعبد وإياك نستعين قال دي آية محورية في الفتح ناس أقبلت على الله عز وجل وأرادت الطاعة لله اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين إرادة طريق الهداية أرادت الله عز وجل لوحده فبيكتهدوا ويكتهدوا وطلب الخير من الله سبحانه وتعالى ويفعلوا ما يرد الله سبحانه وتعالى أرادوا الله وطاعة الله فأرادهم الله فإيه فأرادهم الله يعني أنا عايز فربنا هيريدني يا جمال المعنى يردنا ربنا سبحانه وتعالى يا بخت اللي ربنا يريده يا بخت اللي ينوي خير وربنا يريد له الخير ويريد له التوبة والعطق والفوز بالجنان والقرب منك يا رب. اللهم أمين. طب ليه العشرة يعني. ليه العشرة بس يعني. ليه بنعود نركز عليها وقال له بالك وقال له بالك. فيها ليلة القادر. فيها العطق. فيها الدعاء مستجاب. فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها ملايكة بتأمن عليك. فيها بداية قلب جديد مع الله. ليلة القادر وصورة القادر بتتكلم عن أعظم ليلة. أعظم ليلة في قلب السنة كلها. ليلة القادر. نسأل الله عز وجل اللي مات شاء ومات تمن يجيب لك. ويستجيب لك. عبادة خير من ألف شهر من ثلاثة وثمانين ساعة. خير منها. مش ثلاثة وثمانين ساعة. وفيش حد بعيش. في فقومة محمد. يعني أقصرهم ستين. خمسة وستين. ومعمر مش عشر أضعف. لا أكتر. وسبعمائة ضعف. خير من. خير مني. يعني ما لاتش حتى العدد اللي الناس بتقول عليه ده. أنا أدخل العشرة دي. وشد المئذر. وإيقظ أهله. ونبع السلام كان بعمل جدا. وأحيا ليله كله. وكان من هدي أنه بيختسل كل استعداد. كل ليلة استعداد. كان قبل سورة. إن أنزلناه سورة القدر. كان قبلها إيه؟ العلق. كان لاتطوح. واسجد واقترب. إمتى؟ إن أنزلناه. جمال الكرآن في الجمال. حلو جدا. واسجد واقترب. إيه يا رب اللي بعدها؟ إن أنزلناه. فين في ليلة القدر؟ هو ده عنوانها. لا تحتكوا بحد. ولا تتخنقوا ينوبكوا سواب. لا. لا بصوا الشاطين دلوقتي بستعد الخناعة العيدة اللي بنسمع عنها. لا. لا. سلام. 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 إن هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر. آه. قدر عظيم. وما سمتش ليلة قدر. القدر. عروفة. للتعظيم. ونزول القرآن فيها. ونزول الملايكة. نبي صلى الله عليه وسلم. بقول الملايكة في الأرض. ليلة القد. أكتر من عدد الحصى في الأرض. ليه بقى. آه. ما كتير. ليلة القدر يرفع الله بها قدر من يقيمها. ليلة بتاعها فيها إحياء. قرأة قرآن وصلى وهيس. ليلة عظيمة. من أقاماكا له قدر عظيم. مش أبه. من قام ليلة القدر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيمانا وإحتسابا. غفرة له ما تقدم من ذنبه. فيها تقدر أعمال السنة كلها. يا رب. وفيها كمان يفرق كل أمر حكيم. فضله عظيم. ليلة مباركة. نزل فيها الكرآن. العمل يتضاعف فيها. ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني شوف أكتر من 3 أو 8 ساعة. الساعة فيها أكتر. بيقولك. مش عارفة الساعة فيها بسنوات. أكتر من 8 سنوات. والدهيئة فيها 8 شهور. والعمل مش 200 في المية. ولا 100 في المية. ولا 300 في المية. 300 مليون في المية. دي لو كانت ألف شهر. بس. فما بالكو. لو كانت خير. يبقى 300 ميت مليون خير في المية. حاجة. ايوة نتحرم منها. يا رب يرزقنا وإياها. قولوا أمين. كم شاء ما نعرفش. قد إيه والله لما نعرف. ولا نحسي. ولا عايزين نحسي. أبدا في حسن الله علينا. ومعين ده الله خير وأبقى. تنزلوا الملائكة والروح فيها. جبريل نازل مع الملائكة. ليلة بركة وخير. ودعاء من الملائكة. دعاء الملائكة للمؤمنين. مغفرة ورحمة الله. مغفرة الله. الله مرحمة. طول ما هم وقفين. يا رب يسلم علينا جبريل ليلة القادر. يا رب نسلم عليها جبريل. رقق قلبه وفضت عينه. لم ينزل من الواحي. كان ينزل. ينزل بس. خلاص. نرفع الواحي. والنبع السلام مات. ينزل جبريل. إمتى؟ ينزل جبريل في ليلة القادر. ومعه الملائكة. الملائكة في ليلة القادر عدد الحصة. تلاقي كده ليلة جميلة كده. والدنيا حلوة ولهوة. باردة إلى نوع مباول. السماء منورة. حاجات كتيرة بقى. لناس المتابعين عارفين الكلام ده. ده رحكت حلوة. قول مبارح. عبال باقي. انتوا عايزين نوص بعض. تعال نوص بعض في الليلة دي. مش في اللي احنا ما نعرفش بقى. يبقى السبع تيام. نتكلمش. أحب على رأسك. حدش يلا ينرفس حد. واللي ينرفس تغفر الله مني صامة. يعني معلش سلاما سلاما. ليه أصلاها سلاما هي حتى مطلع الفجرة. ما فيه الشر. ما فيه الشياطين. الأزى. سلام. بص. انت واللي حواليك. وتتحلوا بالسلام انتوا كمان. وتقول لأيالك وجوزك والبشرية كده. حد بينرفق بعدي الفترة دي. كمان الوصية. يعني شفت الحديث. من حرم المحروم اللي منحرم قيمها. ويحرم خيرها. يا رب اللي تجعلنا منهم. هو محروم. استغفروا الله. فانو الخير بقى. يا رب أنا عايزة الخير في الأيام الجاي. عين يا رب. اعطيني يا رب. يا رب اعطيني مش على قد نيتي. على قدرك انت. على قدر. يا رب انت القدر المقتر. الملك المليك يا رب. يدعكت من نية. ونبقى داخلين بالأمر ده. وحطه في دماغك دلوقتي. وانا بتكلم معاك. حطيه في دماغك وفي قلبك. طالت وصية ليكو. الدعاء. نقول ايه. يا رسول الله. يا حديث تعيش. لو وفقت. ماذا اقول. اقول. اللهم منك عفو. الله. كريم. تحب. اللهم منك. النص الحديث. اللهم منك عفو. تحب العفو. عفو عنا. صفة العفو. المغفرة. انا فاكر وكاتب. بس خلاص ربنا غفارك. يوم القيامة ان العبد. الله عز وجل يزدل عليه من ستره. ويوريه له. الساعة اللي كان بيعمله. رب. ألم تغفرها ليه يا رب. اللي سترتها عليك. قال نعم. سترتها عليك في الدنيا. وليه يوم ما أغفرها لك. ده اللي ربنا غفر. ربنا عفى. لا يسكر. اللي ربنا يعفى عنه. ما بيذكروش أصلا. ولا يذكروا بالزم. ولا يقوله. ولا الجوارح تنطق عليه. لجوارحك بتنطق. ولا ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بيه. ولا كلام مكتوب. خل. عفى. يا رب يعفو. يا رب باسمك العفو. الله من سترك باسمك العفو. وعفو عنه. باسمك الستير يا رب. سورنا فوق الأرض وطحت الأرض. يوم العرض عليك. كمان نتوصى. إيه بالفترة اللي جاء دي الاعتكاف. ولو ساعة ستي. أخذي ساعة كده. أقول لهم شكرا. كله. أعملوا. السلام عليكم. خذلك ساعة. أو هاتيهم معاك. إن شاء الله مش يبقى اعتكاف. فتبقى هيسة بقى. وبتاع بس يتعودوا شواء. إن شاء الله يصلوا رقعتين رقع. هاتي اللي أنت عايزة. قدرتوا تروحوا وتفتح مساجد. وقدرتوا تروحوا موفرين مكان للنساء. خير. خير يا رب. هنا موفرين. في بلاد الإسلام مش موفرين. ولا عزو بالله. اعتكاف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لروائب سعيد الخدري. قال. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من رمضان. ثم العشر الأوسط في قب على سداتها حصيرة. زي ما قلت لكم كده. فأخذ الحصير بيده. فنحاها في ناحية القبلة ديت. ويطلع رأسه. ويكلم الناس. يدنوا مني. فقال. إني اعتكفت في العشر الأول. ألتمس الليل. ثم اعتكفت في العشر الأوسط. ثم قيل لي إنها في العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. وإني أوريتها ليلة وتر. وإني أزجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلاتها وقد قام إلى الصبح. فمضطرت السماء. يا رب رزقنا إياها. أبي سعيد قال إنها مضطرت ليلة 21. طب متنقلة متنقلة. إحنا قلنا الشبهات دي قبل كده. مجدوا بها 23.25.27.27. أو للحديث لتسعا خلت. يعني 22. لتسعا خلت. يعني 24. خلوا بالكم. يعني لاحيك. ما عودش بقى نركز وتر ونسيب الزقل. لا كل. والنهاردة ليلة زوجية ألا توقّلوا على الله. أعمل إيه؟ اختسال. هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يختسل كل ليلة من ليالي العشر. الله عز وجل. كان يختسل اختسال كل ليلة من ليالي العشر. صلى الله عليه وسلم. وأول ما يدخل المغرب كان بينه الاعتكاف. يبقى أنا أعمل كده. أعمل جلسة مع أولاد ضروري. ضروري. وقولون بالله عليك يا جماعة. الفترة اللي جاية دي. تعالوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشد المئزر ويقذ أهله. وكان يحيي الليل. ويلا كل يقوم يصلي. صلاة وذكر وقراءة قرآن واستغفار ودعاء. حالهم أصلا كان في القيام السحبة كان عجيب جدا. ابن عمر رضي الله عنه كان يقوم في بيته في شهر رمضان. فلما انفض الناس من المسجد ياخد المياه ويروح. ويروح للمسجد. ويروح للمسجد النبي عليه وسلم. وما يخرجش منه إلا حتى يصلي في سبح. يصلي السبح وبعدين كده. سائر ابن يازن كان يقول كان يقومون في عهد عمر بن الخطف في رمضان بعشر رقع. يقرؤون بالمئتين آية. كل دول. واحد يقول لك يا أختي يا أختي ده كثير قوي. ده كثير قوي يا أختي ده ديني أسر وبتعوي يا ست. بس ده هي أيام معدودات. احنا بنتكلم. مش على المفروض ومش الملتقدر. على المستطاع عاملين. لكن اللي عايز درجات. لا. اللي عايز سعيدكم مغفرة ودرجات في الجنان. لا يلا اجتهد مع اللي بيجتهدوا. ده جنة وفردوس. ولو تعب تجلسي. زي النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عمران بن حسين. لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. صلي قائما. قال له صلي قائما. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلاجا. خلاص. حديث روال بخال. فاللي مستطاع. إنا أنزلناه فين يا جماعة في ليلة القدر. إنا أنزلناه اللي هو القرآن. يبقى لازم لنا نحل في القرآن. ما ختمناش. يلي ما قرأتش من أول الشهر. يلي ما لكش ورد. يلي كان تعال. تعال مش مشكلة. اعمل لك ختمة. ينفع في دولة قدر. اعمل لك ختمة. فيه طبعا ورد نهي. إن القراءة أن تقرأ في أقل من ثلاثة أيام. حتى تقعي القرآن. كان ورد نهي عن قراءة القرآن. في أقل من ثلاثة أيام. فطبعا لا. نعمله أكتر من ثلاثة أيام عادي. وينفع ينفع في الفترة الأخيرة دي. الأوقات المفضلة في الشهر. خلينا. الأوقات المفضلة في شهر الرمضان. نحن نحاول نكتهد فيها. هي العش الأواخر. نحن اللي بنطلب فيها ليلة القدر دي. فإحنا بنقول. معلش. خلي لك حظ من الإكسار ومالتلاوة. خلي لك حظ من. اختلم الزمان والمكان. اختلم واختم. ينفع على فكرة تختم في أكتر من مرة في العشرة دول. لو خدت جزء بعد كل صلة. وبعدين جزء في القيام. أدي كده ست جزاء. تخطف في خمس تيام. يعني ممكن في العشرة تخطف مرتين. بصوا. نحن محتاجين ثلاث حاجات. همة وبركة واستعانة. كان حال الصحابة وحال السلف كان عجيب جدا. وأنا قلت لكم سيدنا عثمان كان بيختم إيه؟ ستين ختمة في رمضان. بيختم ختمة الصبح وختمة بالليم. إن شاء الله حافظ. الشافعي والده كان اللي بيختم كل خمس. واللي بيختم كل ست كان بيختمهم. طيب إحنا كمان عايزين نعمل كده. همة وبركة واستعانة. خد في القرآن ثلاث أربعة جزاء كل يوم. هتلحق تختم ختم. لكن لو خدنا خمس جزاء وست جزاء في اليوم. هنختم مرتين. لو هم على تسعة يام. وليوم العشر خدوا في القيام. اللي هو ليلة العيد. الزكر. الزكر. اعمل زكر. صلي رقعتين وزكر. الزكر يلين القلب. يقربك من الله سبحانه وتعالى. الصلاة على رسوله على السلام. صدق كل يوم تتحسب لك. لو وفقت ليلة القدر. كأنك تصدقت خير من ألف شهر. صلة أرحام. دعاء. ولا اتصال. ولا تقولهم. ولا تجيبهم. ولا تتشوف. محتاجين إيه؟ الدعاء. وعندك دعاء ثابت بقى. دعاء ثابت. ورقة مكتوبة فيها الحاجات بتاعتك. وما تنسيش. كل الحاجات. كل الحاجات اللي أنت. عندك دعاء ثابت في الأدعية بتاعت اليوم. لكن خلي للعشر دوة الأدعية اللي أنت محتاجاها. خير. المنجال ربنا سبحانه وتعالى. اللهم نكعفو. تحب العف عفو عننا. يا رب اعتقنا. يا رب كذا. يا رب كذا. كل الكلام ده. آخر حاجة وسيقوا بيها. شكل اليوم يبقى إزاي. لو أنا مع أولادي أو مع الزوبي. اليوم يبدأ من بعد المغرب. بعد المغرب قد الفطار. قد التمر. قد الدعاء. قد صلاة المغرب. قد نفتر خفافي خفافي. وبعدين نصلي رقعتين السنة. وننزلوا المسجد. قد الترويح. خلص الترويح المسجد بيقيم للتهاج. وده إحنا قاعدين في ذكر واستغفار. ورقعات خفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نهج. ويقول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح بتاع القيام. اللهم أنت رب السماوات السبع. ومن فين وأنت رب الأراضي السبع. وبقيت الدعاء. أنت الحق وعدك. الحق و لقائك. الحق والجنة. حق و محمد صلى الله عليه وسلم حق. وهكذا. ثم يبتدي برقعتين صغيرتين. خفيفتين. وبعدين رقعتين الطول. ممكن تعملي كده. وبعدين تأخذي هدنة. مثلا نستغفر. ونعلم الأولاد كده. بالسباحة أو علاء ديهم. استغفروا. يجيبوا مثلا مية ميتين خمسمية. الصلاة على رسول السلام. مية ميتين خمسمية. وبعدين رقعتين كمان. وهكذا. إما مع المسجد. يا إما في البيت. خلصتوا التهجد. يلا أخي الباقي. مثلا نساء على الصحور. نعذر الصحور. وهم الذكر دايما. ودايما الدعاء ما بين الصلاطين. رقعتين رقعتين. اللهم نكعفو. تحبوا. العفو. وعفو عننا. نحكي قصة. نتكلم معهم في معنى من المعاني. بس الأولى طبعا القيام. من قام ليلة القدر. ومن قام رمضان. إيمان وعطي. يبقى القيام. إحنا بنصلي قيام. رقعتين رقعتين. مية آية كتبها. لم يكتب من الغافلين. اللي صلى قيام بمية آية. لم يكتب من الغافلين. واللي يصلي قيام بألف آية. كتب من المقنطرين. حلو جدا جدا. شوف بقى. ألف آية هتها. ممكن تجوبوها بقى بأجزاء عامة من تحت. كده هتلاقي الدنيا بقت سهلة معهم. وزي الفل. آخر حاجة دعاء بك وبعيالك. ادعي كده. وهاتي أولادك. الصغار وحط كف في الإيد الزغير كده على كف في الإيد. وروحي بيهم للقبلة. يا رب أنا جيت لك بأولاد. يا رب اكرمهم. يا رب بنلغنا ليلة القدر. وسواب ليلة القدر. والضاعف ليلة القدر. يا رب أنك عفو. وتحب العفو فعفو عننا يا رب. اكرمنا يا رب. اغفر لنا يا رب. يا رب ارحمنا يا رب. اللهم نسألك العبق من النار. لي ولا زوجي ولا أولادي. والإم المسلمين عامة يا رب. ادعي. اللهم إني يا رب نسألك الهدى والتقى والعفاثة والغنى. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك. واغننا بفضلك عن من سواك. يا رب نسألك قبل الموت توبة. وعند الموت شهادة. وبعد الموت جنة ورضوان. ورب راض عننا غير غضبان. اردى عننا يا كريم. اردى عننا يا رحيم. اللهم نسألك يا رب عملا متقبلا. يا رب اجعل هذه الأيام في مزان حسناتنا. ادعو. ادعو بأولادك. وهات الدعاء اللي مكتوب مش مهم. هاتي في الورقة ويقرأيه كده مش عيب. اقرأيه وخلي أولادك يأمنوا. هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب. يكرمنا وإياكم في الهيال البقية. ودعونا. الناس اللي بتصلي وتقوم تقوم تدعونا. وندعو لكل المسلمين. بفك القرب على المسلمين. اللهم أمين.